تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رفع فيها أطيب التحيات وخالص الأمنيات لجلالته بدوام الصحة والعافية مؤكدا لجلالته أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يعد إجراءا سياديا ويمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة جلالته في سبيل تحقيق مستقبل أكثر أمانا واستقرارا لجميع شعوب المنطقة وأكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة تأييده المطلق لهذه الخطوة التاريخية والتي سوف تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وسوف تخدم المصالح العليا لمملكة البحرين داخليا وخارجيا وفي كافة المجالات سائلا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه ترجمة نانسي قنقر